بعض الناس انتخذوا الشناوي هو الحارس الأول في مصر المنتخب مصر في مباراة السوبة الأخيرة السوبة الأفريقية وضربات الترجيح والهدف والكلام ده كله لما بتبقى تشوف انت حارس انت كحارس وتشوف حارس تاني واتفاعل ان انت بتغلطه كل الحراس بيغلطه اللي في العالم كلهم تبقى شايف الأخطاء قوي كده ولا بشيبقى شايفها طبعية يعني أنا مش شايف مبدئيا الجون بتاع الزمالك غلطة الشناوي بزي ما الناس بتقول الكرة صعبة جدا يا جماعة الملاعب بره مختلفة الكرة الطبع بتاعتها الموضوع بيبقى صعب الكرة بتبقى سريعة قوي وبعدين ناصر خاطف من السردباك والكرة تحت الشناوي الشناوي طويل فالموضوع لأ الموضوع الجون صعب يعني الجون مش بالسهولة اللي انت قاعد بتفرج عالماتش كده ايه ده ازاي ده ده جرمى من يده كان مادة شوية كمان لا لا صعب جد الجون صعب والله انت عفاك اتا احسن واحد بالمناسبة يعني لو الشناوي سوى اللي تبقى مصوت قوي ليه حتى فيه مدربين ومدربين حراس ما شرحوش زي ما انت انت قلت شوية تفاصيل كده وانت بتتكلم بشكل طبيعي كرة قريبة اه تحت ايديه الملعب هتقولنا ملعب زي ده جماعة نلعب عليه بسرعة الكرة اللي بتبقى اول ما بتطب الكرة عليه وبعد كده تعالوا تتكلموا عنا في الموضوع ده احنا الملعب عندنا معلش يا كريم انت بتقعد تلعب 13 شهر انا السن فادي بنلعب 13 شهر على الملعب الملعب باص وبقى كويس وباص وبقى كويس فاحسن حالاته مش زي الملعب بتاع النصر السعودي اللي تلعب عليه ومش هيبقى وانحنا رحينلعب في الامارات السوبر ههو الملعب هناك طبعا هتلاقيها زي تبكال زي السعودية فالملعب مختلفة وطبط الكرة عليها مختلفة والمسافة بينك وبين الكرة والكرة تحتك ولا بعيدة عنك وانت تقول لك قد ايه الكلام ده كله بيفرق كتير جد وفي نفس الكلام في البلنات يا جماعة دي دربات جزائق يسمع دربات حظ يعني دربات جزائق بالزبط البلن لما بيروح المدرب بيقول لك وانت رح تحط حط الكرة على الارض جامع الكرة على الارض أسرع مئة مرة من الحارس انا كده كده بلعب ممكن فين حرز بتلعب على زاوية وفي حرز بتلعب على الكرة بس اغلب الناس انت بتلعب على الكرة بس في وقت معاين انت بتختار زاوية انت لو لعبت على الكرة استحالة تصد الكرة اسرع مئة مليون مرة من الحارس صحيح فانت بتاخد الزاوية وبتروح عليها الكرة متحطة على الارض موضبئ بيقى صعب جد بتبقى قصة يعني كل البلنين الناس بتكلم عليهم بتاع المسلوثي وبتاع حسام بعد المجيد الكرة محطوطة على الأرض في آخر الزاوي يعني هو يحساب له أنه هو راح معاه مفرد للآخر بس لو فيه توفيق هتطلع لا فيش توفيق خلاص يعني لو فيه الآخر توفيق ربنا دي ضربات جزاء فالموضوع بالنسبة لي كان غريب جدا قلتك بقى إزاي في حريس ينتقد في ضربات ترجيح ده ما أنا حاولت يعني اجتهدت يعني عامل ايه يعني أيوة بالزبط أنا اجتهدت ورحت أفضلت شوي في مكاني البلن لو محطوط بدقة خلاص شكرا صحبة جدا يعني بالزبط